اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة امني وقرعيني وارض عني وهب لي ما اتمنى وما اريد يا الله جمعة مباركة على الجميع طبعا اليوم توقعتنا اليوم الجمعة 13 كانون الثاني يناير القمر في مرحلة خلوم مسار وبدو ينتقل من العذرة لبرج الميزان القمر الان موجود في منزلة السماك الاعزل وهي منزلة للصلح والدواء والضرر والتصليح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 2 و56 دقيقة من صباح اليوم الجمعة لا ينتقل القمر بعدها لا منزلة الغفر وهي منزلة للكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي طبعا القمر بما انه موجود في برج العذرة لغاية ساعات الصباح فبتظل طبيعتنا الجادة هي المسيطرة على الوضع مننتبه اكثر لصحتنا بموارس التمرين رياضية او البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط وما منترك واردة او شاردة دون تفاحصها منجد ان عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دورهام ومنشعر ان الناس شحيحون في عطاهم ماديا معاطفيا ممكن ننتقد انفسنا او نتوهم امراض ما الها وجود تعتبر هاي الفترة افضل فترة للتخلص من عادي سيئة كالتدخين وشرب الكحول وبوس عن اقتناع حيوان اليف او مطالعة كتاب مفيد او البدء بوظيفة او عمل جديد في عنا زاوية فلكية ذكرناها يوم امس هي مستمرة لصباح يوم الجمعة هي زاوية التثليث الايجابية بين القمر وبين بلوتو اللي بدأ تأثيرها من الان موعد بث الحلقة لغاية ساعات صباح يوم الجمعة طبعا دروتها الساعة 11 و 5 دقائق مساء بتوقيت جرينيتش هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة وفي عنا خلو المسار اللي رح يبدأ بعد هاي الزاوية مباشرة هي طبعا رح تبدأ هاي الزاوية زي ما حكينا 11 و 5 دقائق مساء بتوقيت جرينيتش من مساء اليوم الخميس وخلو المسار رح يستمر من هذا الوقت لغاية الساعة 22 و 56 دقيقة صباحا من صباح اليوم الجمعة بتوقيت جرينيتش لينتقل القمر بعدها لبرج الميزان هذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شرات شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو البسار الساعة 22 و 56 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش القمر خلاص بنتقل وبيستقر في برج الميزان عشان هيك بتصير هاي افضل فترة عاطفية لتعزيز اوصار علاقة عاطفية مع الحبيب او تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيين اكثر من ميل الاسترخاء وبيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة مننجح في اعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا ايضا اقامة حفلة او عادة تزين البيت او المكتب او اقتناء حاجية جميلة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم في عنا زاوية شوي حدة وخطيرة شوي فلازم تركزوا فيها مزبوط معاي وخصوصا المتزوجون والحبيبة لانها هاي الزاوية زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين اورانوس يعني بين الحب وبين المفاجآت هاي الزاوية تأثيراتها من اليوم 13-1 ولغاية يوم 16-1 ذروتها يوم 15-1 في تمام ساعة واحدة و21 دقيقة فجرا بتوقيت جرانيج طبعا هاي الزاوية يتوقع لأي علاقة غرامية ضعيفة انها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع فعشان هيك بتكون تلحظروا من المواجهات والاستفزازات والعصبية واي شيء ممكن يوصل يعني هيك يخذها في رأسك انه والله لو عملت هيك هيك احتمالية واحد بالمية انه يصير انفصال لا اخذها على انهمية بالمية لان الزاوية هي ممكن تفاجأ اما بالنسبة لتأثيرها دولي فهاي بتدل على فترة غير مناسبة لطرح الانتاجات الفنية الى الاسواق لانها راح تلاقي فشل او عقبات غير متوقعة وربما تتعرض لبعض الحظر يستحسن تجنب اقامة الحفلات والسهارات في هاي الفترة لاحتمال فشلها وقوع حوادث غير متوقعة ويكره تنقل الفنانين خصوصا عبر الجو لزيادة احتمال وقوع الحوادث في هاي الفترة بتفسد اخلاق الناس بسبب الانحلال الخلقي والتحرر بمعناه السلبي وكذلك من الافضل تجنب الاستثمارات في هاي الفترة لانه الامور اللي العلاقة بالبنوك والمؤسسات المالية ممكن يصير فيها نوع من انواع التراجعات المفاجئة في المداخل وما تنسوا انه اطارد كمان فيه تراجع فمعناته الخطر تضاع اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين المشتري وهاي راح تكون تاثيراتها من الساعة يعني ذروتها الساعة 38 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش يعني من المساء لغاية الصباح يجب توخي من مساء قصدي يوم الجمعة بل هو من صباح من فجر يوم الجمعة ولغاية مساء يوم الجمعة تاثيرات هاي الزاوية يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها برضو تاثيراتها من الصباح للمساء هي زاوية تثليت ايجابية بين الشمس وبين نبتون وهاي تاثيراتها طبعا حكينا عنها الزاوية هاي انها مستمرة تاثيراتها لغاية يوم 17 واحد اليوم ذروتها طبعا الساعة 2 و56 دقيقة عصرا بتوقيت جرينتش يعني تاثيراتها مستمرة لغاية يوم 17 واحد مش زي ما حكيت قبل شوي انه من الصباح للمساء هي كل الزاوية تاثيراتها من الصباح للمساء اللي مع القمر ولكن هاي الزاوية تاثيرها مستمر بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليت ايجابية بين القمر وبين المريخ وهاي دروتها ساعة 6 و45 دقيقة مساء من توقيت جرينتش بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا اكثر اما بالنسبة للزاوية الاخيرة وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين حطارد وهاي رح تكون دروتها ساعة 9 و54 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش يعني قوة هاي الزاوية رح تبلش من ساعات العصر ورح تستمر لغاية صباح يوم السبت نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديحة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عندنا البنكرياس والأمعاء الدقيقة الأعور القولون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم أجهزة الإحساس والعيون والأذنين هدولا الأكثر حساسية من الآن ولغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح بيصير عندنا الكلة الحالب المثانة البولية الأوردة الجلد كعضول اللمس والبنكرياس والأنسولين وأسفل الظهر والزائدة الدودية بالنسبة لليوم العمليات الجراحية طبعا في فترة قلو المسار أنا ما بنصح بالعمليات الجراحية بالعكس يعني دائما بقول إذا في مجال إنك تأجلها فأجلها بيكون أفضل ولكن إذا كانت اضطرارية اعملها ولكن دون الأعضاء اللي ذكرناها طبعا هذا اليوم يعني بما أنه من ساعات الصباح الجلد كعضول اللمس دخل في عملية المخاطر للأعضاء فمن هو العمليات التجميل اللي لها علاقة بالحقن وبرضو يعني الأمور الجراحية ما فيها أي مشاكل ولكن التجميلية تخشير البشر والأمور هاي فمن هو لدي ربالكم هذا اليوم يصلح لإزالة الشعر الزايد ولكن بما أنه جلد فيه أكثر حساسية منقول يعني بلاها يصلح لقص الشعر التجميلي ولكن لا يصلح للصبغ يصلح للحنة ولا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر طبعا بما أنه موجود في الميزان خلو المسار رح يكون يوم الأحد 15 واحد بيبدأ في الساعة 8.39 دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 12.8 دقائق ظهرا لا يستقر القمر في برج العقرب أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمره 21 يوم في تمام الساعة 8.48 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بيصير عمره 22 يوم نسبة الإضاءة 65% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم 21 سعيد الآن بنسبة 85% في ساعات الفجر بيصير سعيد بنسبة 60% ساعات الظهر بيصير سعيد بنسبة 30% القمر في العذراء وبدو ينتقل للميزان ورح يضل في الميزان لغاية 15-1 منتحس الآن بنسبة 40% في ساعات ما بعد يعني بعد منتصف الليل بيصير منتحس بنسبة 10% في ساعات الظهر بيصير سعيد بنسبة 15% أعطارد في الجدي بيتراجع حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% الزهرة في الدلو حتى يوم 27-1 سعيد بنسبة 15% الآن في ساعات المساء بيصير منتحس بنسبة 5% المريغ في الجوزاء حتى يوم 25-3 سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل حتى يوم 16-5 سعيد بنسبة 10% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 سعيد بنسبة 15% وورا نصف الثورة بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% نبت في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل من الآن لغاية ساعات الصباح بيتراكم العمل أكثر من المعتاد لأن القمر ما زال موجود في بيت العمل والصحة انتبهوا لعملكم ما تدخلوا بأي مواجهات ما بينك وبين زملائكم بالعمل ركز بعملك قبل ما تنتقل لعمل آخر عشان ما يكون ناقص أو في بعض الأخطاء وبرضو انتبهوا بشكل جيد لصحتكم من بعض التقلبات الصحية أما من ساعات الصباح ترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن ممكن تتعقد بعض الأمور الشراكات المالية والعاطفية لماذا تتعقد؟ لأن حساسيتكم وطاقتكم ضعيفة في خلال وجود القمر مقابلكم تماما فعشان هيك يصير في نوع من أنواع البلبلة علجوا الالتباسات وسوء التفاهم خلال هذا اليوم بموضوعية وحاذروا القطيعة والدعاوى القانونية لأنه خصم قوي والعرقي لبتستفزك برج الثورة بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بظل الرغبة قوية في التقرب من الأحباكم وإيجاد قاسم مشترك بجمعكم بالأحباء بظل العواطف جياشي ورغبة بالتواصل مع الأحبة أو مقابلتهم أو محادثتهم وبرضو التقارب من الأبناء جيد ولكن دون فرض السلطة والسيطرة في فترة خلو المسار أما من ساعات الصباح بيبدأ العمل بالتراكم لديكم بدكوا تنتبهوا لصحتكم خلال هذا اليوم ابتتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر لعمل للعمل وقت إضافي وحاذروا من بعض التقلبات الصحية اللي ممكن شوية تكون حسسيتكم عالية في هاي الفترة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا التركيز كله رح يكون على الأمور البيتية من الآن ولغاية ساعات الصباح فممكن تنشغلوا في تنظيم أموركم البيتية والعائلية بوسعكم مدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ولكن انتبهوا من المصاريف الزيادة أو الأعطال أو الأحداث المنزلية وحاولوا تضبطوا عصابكم من الحدية أما من ساعات الصباح بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات أهمش أنك تلطف الأجواء وتعد العلاقات لطبيعتها بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات وحلل ممكن تحل بعض المسائل العالقة أو اللي كانت مستحيلة فترة إيجابية على شانس وإجوائية على الخضرة برج السرطان كونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء السفر والتنقلات والاتصالات طبعا الأجواء جيدة سرعة البديهة ممتازة قدرتكم على الإقناع رغبتكم بالاتصالات الكثيرة والتحاور والنقاش برضو ممتازة ولكن بتحذروا أثناء تنقلاتكم وإذا عندكم امتحان بدكم تستعدوا بشكل جيد طيلة فترة خلو المسار أما من ساعات الصباح حون التركيز رح يصير حول مصالحكم البيتية والعائلية ووسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة اتجنبوا توبيخ الأحبة ولومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية وواجهوا الأمر الواقع بمنطق وحاول وإيجاد تسويات أهم مش أنك ما تفرض رأيك وتعتبر هاي فترة مناسبة للسفر أو للإستثمار دون مبالغة لأنه الإستثمار أساسا الزوايا الفلكية فتقول لك كون حذر بالإستثمار فما في داعي لإستثمارات برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا ما زال أوضاع على المستوى المالي ما زال فيه فرص لمكاسب مالية بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هباد دعم ولكن بتكون تخففه من النفقات قدر المستطاع وبرضو تنتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع من الآن لغاية ساعات الصباح ما في داعي تدخل في أي مغامرة مالية أما من ساعات الصباح بتنشطوه في السفر والاتصالات وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع الإخوة مع الجيران بتكثر النشاطات حسب حقل اختصاصك وبتكون لك لقاءات عديدة وباستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك لا تتردد بالتحرك برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا طيقتكم بأنفسكم كبيرة وأيضا طاقتكم وحيويتكم ممتازة بتقدر اليوم تنطلق بمرحلة جديدة أو يعني هيك تبرمج حالك حتى حيويتك اليوم ممتازة وعندك كثير من المخططات خلال هذا اليوم تقدر تتممها لكن بنصح أنا بعد انتقال القمر مش في فترة خلوه المسار من ساعات الصباح بتعيدوا ضبط ميزانيتكم أهمش أنه ما تتهربوا من تقديم المساعدة لقريب أو لحبيب في كثير من فرص مكاسب المال اللي تيجي من عمل إضافية أو مستردات أو هبات أو دعم ولكن بدك تكون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة وممكن تهتم لأمور مالية أو استشفائية أو حتى فواتير صداد ديون برج الميزان طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب عشان هيك هاي الساعات بتتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم أخذ راحة قسط من الراحة حاول انك انت تعمل الأشياء روتينية فقط لا غير ما تبادر بقرارات جديدة ولا بعصبية ولا بحدية يعني بدك تكون هادئ أما في ساعات الصباح فالقمر بدوصل لعندك تستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك بتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وبتنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بيظل النشاط الاجتماعي هو المسيطر على الساحة لغاية ساعات الصباح ولكن بدأ الضغط يصير عليكم في نوع من أنواع الضغط الطاقة بلشت تنزل هيك حاسس أنه فيه تقلبات والمزاج الوضع مش مريح لأنه القمر بيقترب من بيت المتاعد صحيح أنه ممكن تشارك في حفلة أو أنه يتوجه لك دعوي أو تكون بلقاء أصدقاء أو حوار معهم ولكن بدك تنتبه ما في داعي للتصر واتخاذ القرارات أو دخول بخلافات ونقاشات حادة مع الأصدقاء من ساعات الصباح بتكون تنتبهوا أكثر لصحتكم لأن القمر خلاص بوصل لبيت المتاعب لا توقع على عقد وما تبدأوا عملي جديد هاي فترة فارغة من الحض حل الأمور بهدوء وبتعدوا عن الأضواء ولا تقرروا على شيء عشان ما تخيب أعمالكم وحاضروا من البلبلة والالتباسات برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا القمر ما زال موجود في البيت العاشر بيت السمعة فبتكونوا تحافظوا على سمعتكم وإن جازتكم القائمة في مجال العمل من الآن ولغاية ساعات الصباح خليوا علاقتكم بالمسؤولين جيدة فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن العمل بس أهمش أنك ما تجازف بسمعتك ولا تغامر ولا تدخل بأي شيء العلاقة بمخالفة القوانين أما من ساعات الصباح فبتلتقوا لأصدقاء بإمكانك وتبادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالكم إذ بتجد حليف يدعم تصوراتك أهمش أنك ما تستسلم بل كرر المحاولات برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بتنشطه بالتنقلات وبالاتصالات وبالسفريات البعيدة وبالامتحانات ولكن حاول أنك تضبط أعصابك ما تكون مندفع متهور تكون أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة اللي عنده امتحان يركز وما يعتمد على الحضوض وما تكون متسرع بالنقاش والحوار وخصوصا مع الأشخاص اللي بيتعاملوا معك أما من ساعات الصباح هنا بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية بتخضعوا لعدة تجارب مهمة أهمش أنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك وحاول أنك تكون بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع الفترة هاي فيها نوع من أنواع الخلق أو التوتر برج الدلو طبعا بالنسبة لموليد برج الدلو التركيز كله رح يكون على الأمور المالية المشتركة ممكن تهتم بحسابات أو سداد فواتير أو أموال الزوج تزوجي دفعات مطالبة بحقوق لا إلك ولكن برضو صحة قريبة للكم بتكون بحاجة للرعاية يحاولوا أنك تنتموا ببعض المسائل البيتية برضو اللي ممكن أنها تصير من الآن لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح هنا الطاقة عالية جدا والحيوية ممتازة وممكن تنشغلوا بسفر أو اتصالات بعيدة أو علاقة مع جانب وهذه فترة مناسبة لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة أو تناقش وبرضو بتقدر تناقش بقوة وذكاء وتتجرى على رفض أي شيء ما بناسبك لا تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر تعتبر هاي فترة مناسبة لخوض تجربة جديدة برج الحوت بتتركز جهودكم طبعا عن بحث عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاكم سواء العمل أو العاطفي أو مصالحة أو تقارب عاطفي أو مراجعة بعض القرارات السابقة أو اتفاق وخصوصا ما بين الأزواج حاولوا تبعدوا عن الخلافات خصوصا الأزواج عشان ما تكبر الفجو ما بينكم ويصير خلاف كبير أما من ساعات الصباح هنا بتنهمكم في أعادة تنظيم أموركم المالية وخصوصا المشتركة اللي معك تشرك فيها لا تهملوا صحتكم بتصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معكم بتلاقي أعمالك صدى طيب أهمش إنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعذر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر